بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين الشيخ محمد عبده في الميزان وقد جاءت أسئلة كثيرة وقد تعرضنا له سابقا ووزننا بعض التصرفات وبعض الأشياء وهذه القضية لها حساسية خاصة عند كثير من الناس أنا أتفهمها نحن في عصر البيان ولا يجوز الكتمان الشيخ محمد عبده حتى أكون موضوعيا واضحا في هذا الباب أجد الناس العلماء في شرق الأرض وفي غربها يختلفون على قولين فيه لا محالة فريق يعظمه ويسمه بالتجديد ويلقبه بالإمام وفريق آخر ينتقص هذا الرجل بل يصل الأمر إلى التشكيك في دينه وفي عقيدته وكل فريق من الفريقين لم يقل ما قاله عن عبث ولكن هنا نحاول أو نريد أن نستثني أو أن نبعد الغولات المغالي في حب الرجل أو في بغضه نريد أن نقرجه من دائرتنا لأننا إذا ما تكلمنا في الميزان فينبغي أن يكون الميزان عادلا وينبغي أن تكون النظرة أو ضوعية الشيخ محمد عبده رجل مصري من أبناء الفلاحين كشأن الآلاف من الأولاد الذين يرسلون إلى المعاهد الأزهرية ثم إلى الجامع الأزهر لتحصيل العيوم كان ذكيا بلا شك عنده ذكاء وكان متمردا مذ كان صغيرا عنده تمرد يعني لا يسلم بسهولة دخل الأزهر المعهد الأزهري أول مرة ورآهم يتكلمون في البسملة وبسم الله الرحمن الرحيم ويجلسون فيها شهرا كاملا وشهرين وثلاث أشهر ولم يخرجوا بعد من البسملة رآهم يدخلون أحكام الطهارة ويغوصون فيها فترة طويلة من الزمن وهو يرى العالم يتقدم وبدأ عصر السرعة دخلت الآلة البخارية يعني الآلة البخارية معناها السرعة صار عندي قطار بخاري وسفينة بخارية ما كان يحتاج إلى شهر حتى نصل إليه ألا نصل في يومين أو في ثلاث أيام صار كل شيء سريعا حصل عندي منعطف في الزمان حياة الناس في أيام المرغناني رحمه الله الحنفي في فرغانا تشبه إلى حد كبير حياة الشيخ بن عابدين الحنفي الذي جاء بعده بخمسمائة سنة في بلاد الشام طريقة الأكل طريقة النظافة طريقة بناء البيوت طريقة الزراعة طريقة التنقل من مكان إلى مكان فالوقائع محدودة وحركة الزمان بطيئة في عصر ما بعد البخار بدأت السرعة إضافة إلى قضية أخرى أن تلك المكتشفات المادية أكثرها جاء في بلاد الكفار فحصل عند بعض المسلمين نوع من الانبهار جعل كثيرا منهم يفكر في الجذور الفكرية يا ترى هل السبب في التخلف هذا هو ديننا أم أننا أحملنا الدين فتخلفنا الكهرباء كانت موجودة الميكانيكا تطورت كثيرا الذي كان يعرف في اسم علم الحيال صار الآن يعني مستخدما في الحياة اليومية السلاح تطور كثيرا السفن الحربية صارت مزودة بمدفعية وصارت من حديد بينما كانت في الزمن الماضي من خشب حصل احتكاك دخلت بريطانيا إلى مصر حصلت مجادلات حصل احتكاك حضارة بحضارة الشيخ محمد عبدو على حسب ما علمت بالروايات الشفهية التي تلقيناها من شيوخنا وحسب ما قرأنا عنه هذه صفاته التي ذكرتها لكم ذكي متمرد يفكر كثيرا يحاول الإصلاح في طبيعته على حسب ما قمت باستشفاف هذا من بعض الروايات الشفهية نقل عن كبار المشايخ أنه كان سخيا كان كريما يعني كان يبذل المال اصطدم مع الأزهر الشريف في ذهنه أشياء ما كانت تعجبه الجريدة والمجلة التي صارت تدخل بيوت الناس وبيوت المثقفين فيها كلام سهل وواضح كلام الشيوخ الأزهريين كما يصفه محمد عبده ذاته بأنه مجتمل على عويصات المسائل ومعميات الألفاظ العبارة له في بداية الأمر هناك علوم عديدة لا بد من دراستها حتى تفهم ثم وجدنا في بعض الحالات أن يعني أن شيئا من التعقيد ربما كان مقصودا لبعض الناس حتى لا يتعلم الإنسان بدون معلم فيفسد أكثر مما أصلح فلا تستطيع التعلم إلا بطريقة معينة طبعا هذا يعني مع التماس العذر لمن فعل هذا نحن لا نقبله حصلت منه عبارات فهمة منها أن الرجل ينتقص أساسيات الدين كذلك توسع في التأويل حتى أتى بتأويلات باردة طير أبابيل عبارة عن ماذا؟ عن جراثيم ليس جراثيم بعوض طارية طير والحجارة عبارة عن مستنقعات فيها جرثومة الطاعون كانت أنا ذاك الجراثيم مكتشفة حديثا فكان لها بريق فهذه الجرثومة تعلق برجلها ثم تجف بعد ذلك فهذه حجارة يعني تأويلات تضحك من الثكلة مكة أصلا ليس فيها مستنقعات وليس فيها أمطار غزيرة أصلا وإذا جاء المطار في يوم واحد يجف ينتهي كل شيء لا مستنقعات ولا يحزنون حرارة أكثر من خمسين مستنقعات أتى بتأويلات متكلفة صادمة الغيبيات حاول تأويل المعجزات هزئ وسخر بالكرامات هنا أشياء كانت تدرس في الجامعة الأزهر وهي أساسا من عقايد المسلمين فحصل اصطدام بينه وبين المؤسسة الأزهرية كان على رأس المتصدين الشيخ الشمس الأنبابي وهو من كبار علماء الإسلام ولكن على الطريقة القديمة كذلك الشيخ محمد علش فقه مالكي كبير ورجل صوفي كبير ومن كبار علماء العقيدة فرأوا أن الشيخ محمد عبده هذا يحاول تبديد الدين لأنه يتنازل عن المسلمات بعض الناس كشيخنا الشيخ البوطي يقول أن الشيخ محمد عبده مر بمرحلتين مرحلت ما قبل السفر ومرحلت ما بعد السفر ما قبل السفر كل ما جاء من متحن في الرجل كان ما قبل السفر كان غيورا على دينه على أمته كان متوقدا يحاول الإصلاح قدر المستطاع التغييرات المتطرفة التي جاءت وإنكار بعض الغيبيات ونحو ذلك كل ذلك جاء بعد السفر هذا إضافة إلى ما نقله عنه الشيخ يوسف النبهاني يتكلم أشياء غريبة بل يطع حتى في عرضه ويصفه بأشياء بمعاقلة الخمر والنساء ونحو ذلك وكذا وكذا ربما المدافع عن الشيخ محمد عبد يقول هذا من جرح الأقران لكن هكذا يقول لا يصلي وأكثر من وقصة لا يمر هو الشيخ الأفغاني لا يصلون علاقات نسائية مع نساء النصارى أمور غريبة جدا جدا وأكثر ما لفت انتباهي بعض الشيوخ الكبار المشاهير إعلاميا حاليا في بلاد عديدة كنا في المجالس الخاصة وفي بيتنا كنا متفقين على هذا فحينما رأيتم على الإعلام يتكلمون شيئا يختلف لا أريد أن أظلم الرجل لكن أريد أن أقرر أنه شخصية جدلية بلا شك وقع في بعض المسلمات وأنا لأن هذه ثابتة ونقالها عنه تلميذ ورشيد رضا وأخطر هذه الأشياء قضية الغيبيات حتى جاء بعض العلماء يقول هذا الرجل يمكن ركنا من أركان الإيمان كيف يأول الملائكة هذه الثلاثة أول إضافة إلى العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بقاسم أمين وما أدراك ما قاسم أمين صاحب تحرير المرأة دعوات إلى نزل حجاب طبعا محمد عبد الله لا يعني يظهر نفسه في هذا وهناك رواية قديمة تقول إن الجوانب الفقهية في هذا الكتاب كتبها محمد عبد لقاسم أمين الحقيقة هذا الذي قلته لكم وربما بعضكم يريد أن يستقر كيف تستقر في شخصية قلقة أصلا هي الشخصية قلقة ومليئة بالمتناقضات بعض الناس وهذا أستبعده تماما هو الذي يتعصب له على أساس العرق أو على أساس الجنسية هذا مرفوض عندنا تماما لا نقبله أبدا ونرد عليه وعلى رشيد رضا معنا رشيد رضا شامي نرد عليه أشد مما رددنا على محمد عبد محمد عبد دعم الحركة الوهابية وهذه أيضا إشارة استفهام كبيرة جدا خاصة أن الدعوة الوهابية مدعومة من بريطانيا محمد عبده تلميذ الأفغاني الأفغاني عميل بريطاني معروف ثبت دخوله في الماسونية قال عنه السلطان عبد الحميد إنه جاسوس بريطاني مهرج في مذكراته كان يسعى لهدم الخلافة محمد عبده طلب قوله في هذا بل وجدت له تأييدا للخلافة هذا للأمانة ربما الأفكار المنحرفة التي جاءت لمحمد عبده تابع فيها شيخه جبال الدين الإيراني الذي سمى نفسه الأفغاني إذا أردنا أن نصف حسنات الرجل نقول التجديد في الشكل حيث صارت يعني رأي الكتب التي كتبها محمد عبده سهلة واضحة يستطيع كل إنسان أن يقرأها لم يكن فيه التقعر الذي يخيل إلى الإنسان حينما يقرأ بعض الكتب السابقة طبعا لا أقول تقعرا إلا أقول يخيل في العقل الإنسان لأن الإنسان إذا ما عرف كيف يدخل هذه العلوم سيجد لها متعة ولذة التجديد في الشكل نعم مخاطبة العامة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى السابقون كانوا يخاطبون الخاصة كل كتب التفسير التي سبقت محمد عبده كانت تخاطب الخاصة لا يستطيع أن يفهمها حتى النسفي حتى بن جزي لا يفهم العوام تخاطب الخاصة طلاب العلم وطلاب العلم يبلغون الناس محمد عبده توجه للعامة بهذا فهذا إنجاز حسن كذلك البحث عن السنن السنة الكونية في كتاب الله سبحانه من مزايا هذا وإن تطرف في هذا الباب وترطع فيه لماذا؟ لأنه جعل القوانين الطبعية هذه جعلها من السنة لله التي لا تتبدل وهذا مخالف لمعتقد المسلمين ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة هذه بعض حسنات الرجل من سيئاته الميل على النصوص التأويلات المتكلفة لم يحصل محمد عبد المارات ولم يحصل تغيير في ذات الجامع الأزهر في حياته نعم هناك قضية أخرى وهي أيضا مسألة لافتة لانتباه في مذكرات اللورد كرومر وهي أيضا مسألة أو وقفت عندها كثيرا من اللورد كرومر هو المندوب السامي البريطاني يقول باللفظ في كتابه نيو مودرن إيجبت يقول باللفظ سيبقى الشيخ محمد عبد مفتيا لمصر ما دامت بريطانيا العظمى من هو كرومر؟ هذا الذي قال فيه أحمد شوقي القصيدة المشهورة نيرون لو أدركت عهد كرومر لعرفت كيف تنفذ الأحكام السوت يعمل والمشانق أربع مترصدات والجنود قيامه شخص يمدح كرومر مشكلة كبيرة جدا إذن هناك هوى لبريطانيا في بقاء الشيخ محمد عبد من يحب الشيخ محمد عبد سيدافع عنه ويقول بريطانيا يعني ليس أمامها حال آخر إما أن تجعله هو أو تجعل الشيخ عليش أو الشيخ الأنبابي وولئك أو منصداميون يعني لا يقبلون التفاهم مع المستعمر ونعمة تلك الصدامية أيضا قضية أخرى الدخول في الماسونية وهذه مشكلة كبيرة جدا القضية الثالثة التناغم العجيب بين العلمانيين ومن الشيخ محمد عبد كلهم يمدحونه وكل من كان على سيرته ونهجه في البداية انحرف بعد ذلك انحرافا كبيرا حافظ إبراهيم حينما توفي الشيخ محمد عبده رثاه بقصيدة يقول فيها سلامي على الإسلام بعد محمد سلامي على أيامه النظراتي يسلم على الإسلام بعد وفاة محمد عبده هذا رشيد هذا حافظ إبراهيم كان يهزأ بالله سبحانه وتعالى جهار النهار نعم يا أخي وأنزه هذا المكان عن ذكر الأشياء التي يقولها في الله رب العزة سبحانه وتعالى ويطعم في كتاب الله سبحانه ويرد على كتاب الله هناك إشكالية كبيرة جدا في هذا الموضوع نعم أنا ذكرت الكلام كل ما أعرفه عن الرجل من محبيه أو مبغضيه ذكرته فالشخصية مدعومة من بريطانيا بلا شك دخل الماسونية بلا شك المحبوه يقولون ما كان يعرف ما هي الماسونية تورط فيها ربما يكون الله أعلم الميل على النصوص الدينية والتأويلات الباردة المتكلفة هذه سيئات بلا شك الحسنات كما قلت التوجه للعامة تسهيل العبارة تغيير الشكل في العلوم الدينية ولكن هناك أيضا مجازفات خطيرة جدا نالت الأصول محاولة استبدال علم الأصول محاولة استبدال علم الأصول الفقه يستبدلونه بماذا؟ يجعلون مكانه المقاصد مقاصد الشريعة وهذا وهذا يطمح له العلمانيون لم يحصل ما أراد في حياته حيث مات مبكرا ولكن الجيل الذي رباه محمد عبده هو الذي استلم الأزهر بعد ذلك وحصلت تعديلات كثيرة جدا لعلنا ندفع ثمن تلك المرحلة الآن ما يسمى الفقه المقارن لأن محمد عبده كان يحارب المذاهب والمذهبية يراها جمودا وإن كان حنفيا في الأصل الميل باتجاه الوهابية والحقيقة هو كان مضطرا كما حدثني بهذا الشيخ هنا الشيخ على جمعة قال الصوفية غارقة في الغيبيات هو يريد ماذا؟ نسخة تكون يعني في عالم الشهادة فالوهابية يعني أقرب إليه معنى الوهابية لا يرتضونه حتى لا نظلم الجماعة وألفوا كتاب هذا الرومي ألف كتاب سما منهج المدرسة العقلية الحديثة يرد فيه على محمد عبده وعلى الأفغاني هذه خلاصة قصة محمد عبده نسأل الله لعلماء المسلمين وللصالحين والأولياء المزيد للرفعة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين